على الرغم من بزوغ إقرارها تعود معادلة الموازنة الاتحادية لتصنع جدلاً سياسياً وشعبياً في البلاد وهي التي أقرت الحكومة منذ نحو شهر ينقسم الجدل حول الموازنة بحسب محللين بين اتجاهين يمثل الأولى الحكومة وأحزابها وأكتلها السياسية فيما يمثل الآخر الاتجاهات الاقتصادية التي تعتقد أنها مخاطرة ولا تنسجم مع قانون الموازنة وسياق الريعة الذي يستند إليه الاقتصاد العراقي وهو ما أدى إلى حالة هجوم حاد بين البرلمان والحكومة بعد مطالبات المالية النيابية الحفيثة بضرورة الإسراع في إطلاق الموازنة فمن وجهة نظر النيابية يؤكد نواب أن المواد المختلفة عليها لا تمثل أهمية كباقيها المتفق عليها أما عند الحكومة فالحاجة إلى أن توافق الموازنة وتحقق البرنامج الحكومي ضرورة للمصادقة عليها في البرلمان رأي سياسي يذهب نحو وجود خلافات بين كتل إن شكلت الحكومة فيما يرى اقتصاديون أن الموازنة تعتمد على رأي اقتصادي نفطي بنسبة 96% وهو الأمر الذي سيضع الموازنة في طريق مسدود من حيث الإصلاح المنشود إلا أن مراقبين لا يجدون في تلك الخلافات حالة من الصد في طريق إطلاق الموازنة ولا تؤثر عليها وهو ما يدعمه برلمانيون بالقول أن الطعن في بعض فقرات الموازنة لا يعطل تنفيذها أما عن التأخير وانعكاسه على البلاد فإن خبراء حذروا من التأخير وقتا أطول على الاقتصاد سيما مع انتظار مشاريع خدمية واستثمارية وصحية وزراعية وهو ما يضع برنامج حكومة السوداني أمام تحدي كبير يتمثل أولا بالتأخير وثانيا بتنفيذ الوعود المعقودة بالموازنة الثلاثية